في ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بردة شمال محافظة سلفيت ودهمت عددا من منازل المواطنين في الحارة الوسطى من القرية هذا اليوم بعد منتصف الليل قامت قوات كبيرة بعشرات الجنود والآليات باكتحام بلدة مردة التي تتعرض بشكل مستمر للاكتحامات والاعتداءات لقوات الاحتلال العنصرية والمستوطنين من خلال ترويع الأطفال والأهالي والسكان إطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي للإزعاج الأهالي والمواطنين إلا أن بالأمس كان هناك اكتحام لأربع بيوت بعد الساعة 12 في الليل بعد منتصف الليل الاكتحام تخلى له اعتداءات بالضرب المبرح على أهالي القرية وتحقيقات ميدانية وترويع للأطفال بالإضافة إلى تكسير وتخريب الممتلكات ومنازل المواطنين التي تمت مداهمتها تقريبا الساعة واحدة يجوا على الدار طبعا صورة وحشية يعني مش يعني تقريبا عشر جندي تقريبا عبر الدار هنا وقاعدونا في الصالون في صالون تحت قاعدونا في محدش تحرك وجمعوا دار ابن الفوك جمعوا البنات الصغار يعني تقريبا ثلاث بنات عمره الواحد تقريبا من الكبير عمره عشر سنين والباكي أصغر وقاعدوهن التحت وهن برجفن طلعوا فتش دار ابن الفوك الطابق الثاني الطابق الثاني الطابق الثاني الثاني كله زي ما انتم شايفين يعني نفس الاشي شو انتم شايفين هنا كانت تضرن نفس الاشي وتقريبا قاعدوا عنا ساعة ونص قم يعني في التحقيق وما تحقيق يعني تهدف هذه الحملات والسياسة الاحتلال العنصري ضد أبناء بلدة مردة وأهالي مردة بالذات للنيل من صمودهم ولضرب أبناء هذه البلدة والتأثير على حياتهم وتحويل حياتهم إلى جحيم لأيضا هو هدف أساسي لممارسة هواية هذا الاحتلال في ممارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الاحتلال بسياساته المتطرفة والعنصرية يعمل على ترهيب المواطنين من أبناء شعبنا ونزع أي محاولة للاستقرار وملاحقة أمنهم حتى في بيوتهم هذه هي إحدى أشكال إرهاب سلطات الاحتلال التي تعمد من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار لدى كل بيت فلسطيني لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت